اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية كلها ايام ويدخل علينا اليوم العالمي للعنف ضد المرأة والحقيقة ان الواقع العربي كله بيعاني من عنف شديد ضد المرأة والواقع المصري اللي يعتبر من اشهد البلاد اللي موجود فيها عنف ضد المرأة المصرية لسه شايفين عائشة الشاطر ووضعها المزري اللي وصلت فيه انها توصل ان يجي لها فشل في النخاع العظم يمكن لقدر الله يوصل معها لاشاء الله يوصل معها للمراحل اشد من كده وبتستنجد بكل المنظمات الدولية والحققية واحنا المجلس القومي للمرأة كله بيهاتي في حاجات تانية كتير قوي بعيد عن اقل القليل وهي حقوق السجينة حتى مش حقوق البني ادمى او المرأة بشكل عين خلينا نعرف معاكم اخر تطورات ملف المعتقلات في مصر انا مع الاسد زهيبة حسن مدير التنفيذي بالتنسيقين المصرية للحقوق الحريات اهلا بك معنا اهلا بك يا اسد زهيبة بكل مشاهدين ومتابعين الحقيقة كل يوم او كل مرة بنستطيف حضرتك فيها بنتكلم معاك عن اخر التطورات بنلاقي تطورات اسوأ واسوأ عن اللقاء اللي قبله وانا يقسفني ان انا بقول كده ولكن الاسف دي الحقيقة اللي لازم كل الناس تشوفها وتسمعها علشان يكون فيه ردود افعال قبل ما تكون دولية يكون فيه ردود افعال شخصية وفردية مننا مش مجرد ان احنا بنتكلمه بس خلينا النهاردة وكما هو الحال في سؤال اللي متكلم معاك فيه في كل فقرة اواخير التطورات اللي حصلة دلوقتي في ملف المعتقلات يهبه وصلوا لحد فين عائشة استاذة هدى ايا وغيرهم كتير من المحبوسين في معتقلات المصرية طبعا زي ما انت بتقول للأسف الشديد احنا يوميا مش هقولش اسبوعيا ولا شهريا احنا يوميا عندنا تطورات للأسف مؤسفة في وضع المعتقلين بشكل عام وتحديدا في وضع النساء النساء بعد ما كانوا خط حمر لنلوقتي النساء للأسف الشديد في حالة غير طبيعية من الجنون من النظام تجاههم حالة احنا نفسنا كحقوقين مش فاهمين ما سبب حالة الضغط الشديد والافتراء والظلم اللي حاصل على النساء في مصر عندنا عائشة الشاطر بالوضع زكريته الزميلة فعلا عائشة حالتها الصحية بتتدهر بشكل راهيب جدا حالتها ايه حالتها اقولي حالتها عائشة الشاطر اعتقلات الآن بقالها اكتر من سنة لأسف عائشة اصلا بنيتها الصحية ضعيفة ولكنها كانت دخلة المعتقل سليمة بصحيحة تماما لأسف نتيجة كل ما مرت به من انتهاكات ومن ظلم كان اكتر حاجة فيها اللي هي الزنزانة التأديب الغير ادمية اللي موجودة فيها اللي لا يتحفيها ان هي تنام على مكان محترم او تتنفس حتى هو كويس او ان هي تقضي حاجتها او اللي زكر قبل كده خلال السنة دي وكل الناس كتعملها بتنادي وهي نفسها في جلسات تجديد امام القضاء بتقول يا جماعة ازاي انا امرأة اتواجد في الزنزانة منفردة لمدة سنة مش عارفة اقضي حاجتي الا معزرة انفجار دال مش عارفة ااكل اكل صحي ممنوع من الزيارة ممنوع ان اولادي يشوفوني عائشة الشطر بدأت نتيجة لهذه الضغوط قالت ان هعمل اضراب بدأت اضراب عن الطعام وبعد حوالي اسبوعين من الاضراب جالها وعود ان لا خلاص احنا نحسن بعد ما اتعرضت عن نيابة هيتم بتحسين ظروفك اللي موجودة في السجن وبالتالي فكت الاضراب ولكن الاسف الظروف لم تتحسن ولم تأخذ عائشة اقل حق لانسان مش لمعتقل ومش لبني قدم المفروض حر في الحياة جددت تاني الاضراب عائشة وبالتالي حالتها الصحية تدهورت اصيبت بنزيف النزيف دون مع عدم وجود رعاية صحية مع الاضراب للاسف تطور معها بدون رعاية طبية بدون عرضة على مستشفيات وصل معها الى مرحلة الان بعض المعلومات اللي جات لنا من داخل السجن ومن داخل بعض الناس اللي تواصلوا مع الحواليها يعني طبعا هي الاتصالات معها مقطوعة تماما ان هي الاسف الشديد وصل لمرحلة النزيف تسبب فيه فشل في النخاء العظم بمعنى ان الان بقى فيه قصور في عدد الكريات الحمراء وفي الصفائح الدموية تم نقلها للمستشفى مرتين المرة الاولانية كانت في اكتوبر وتم نقل دم لها وقعدت تقريبا كم يوم وراح ومرجعينها تاني على السجن طبعا في وضع في حالة زي حالتها دي المفروض انها تظل في المستشفى فترة كافة اتجعها السجن تاني بنفس الظروف الزنزانة وبالتالي الحالة ضهورت حد من اهلها يعرف وهي اصلا جزع معتقل فاولادها دلوقتي لا ام ولا اب لا اهلها يعرفوا حاجة عن حالتها الصحية ولا في تقرير طب يعرفين ناخدوا الحقوقين او اهلها او المحامين ياخدوا منها اتكرر طبعا سوق الحالة اتنقل التاني المستشفى في 1 نوفمبر كان التجديد بتاعها يوم 4 مجتش التجديد وفجأوا بيها يوم 7 جاية في التجديد امام القاضي في عربية اسعيف وتعرف بعد ذلك كده انها كانت في المستشفى من يوم 1 ليوم 6 نوفمبر حالة اسوأ وتم برضو نقل دم وصفائح حمراء وصفائح دموية لها نتيجة لهذا التدهر الولع الان المفترض مش تتواجد في المستشفى مفروض انها تتواجد في غرف تعزل لاعادة تحفيز النخاء انه هو ينتج الصفائح الدموية الامر ده طبيعا قالوا ان المفروض يكون تدخل سريع لازم تتخل سريع لان الحالة الان بتزداد سوءا انا الوقتي المشكلة ما عادتش في ان انا انقل دم او انقل صفائح الوضع لو استمر بهذه الحالة هحتاج عملية زرع نخاع ومع نقل الدم والصفائح حتى العملية دي الان بتعمل مشكلة ووضع عائشة الحقيقة ده قتل بالبطيق يعني احنا في التنسيقية الحقيقة بنجهز فعلا واحنا بنحضر التقارير اللي بنحضر عن عائشة ده قتل ممنهج بالبطيق مش مجرد اهمال طبي ده ده كده تعمد يا بستاذ اهيبة هم عارفين كل التفاصيل طبيا فهمين فهم سايبين كده عشان عائشة انت حطتها في سجن مش حتى في مستشفى انت حطتها في سنزانة ايه الهدف يا يهيبة ان يتعامل كده مع عائشة خيرة الشاطر عائشة تحديدا هي تعتبر اسوأ سجينة بتعامل من سجنة خلينا خلينا اقولك هو الاسف الشديد التعمل مع كل المساجين بمنتسه طبعا حالة عائشة فقط عامة الغريب احنا نفسنا تدفع فطورة باباين هما بياخدوا عشان عشان هي عائشة اللي كان بتبعد عن حقوق الاخرين ولا هو عشان عائشة الانسانة اللي لا تقبل ان هي حد يهنها او يجتمها او يعمل ليه السبب احنا مش قادرين نفهم ايه الجنون اللي حاصل اتجاه عائشة الشاطر ولكن خليني برضو عشان ما اقول ان في عندي عشرات المساجينها عندي واحدة اسمها ايه لأم والأب لأولاد لأطفال عندهم سبع وثان سبع وخمس سنين عندي علالقرضاوي لفوق الخمسين واصلتها الصحية عندي الاسستاذة هودا عبد المنعم اللي عندها جلطة في رجلية امرأة فوق الستين وعندها جلطة في رجلية وعندها الآن اخر زيارة وولادها بيقولها تنين حقوقية ده هي محامية انا احنا عندنا تطور واضح ان النظام بينتقم من كل من يبحث عن حقوق الاخرين خلينا يكون واضحة جدا كل من يبحث عن حقوق الاخرين كل من مازال في مصر بياد بيدور بيقول هو أصبح يعني زي ما بقول عليه هدف لتنكيل النظام وتنكيل مش وقية ولكن تنكيل جنوني الحقيقي اللي بيحصل للأسف هو فعلا تنكيل جنوني زي ما انت وصفته يا أستاذ هباطي احنا ذكرنا بالتفصيل حالة عائشة خيرة الشاطر وشفنا للأسف وصلت لحد فين بشكل يعني يوجع القلب يعني ما فيش كلام بصراحة يقدر يوصفه ما فيش نص كلمة تقدر توصف العائشة ما بيش كله بالنسبة لنا يا ندا هيفضل كلام لانه المسلع زي اللي عاش اللي موجودة على أرض الواقع ربنا يلطف بيهم يا رب احنا بجلنا الأخبار اللي بتوصلنا بالأسف زي ما بقوله كده اخبار مسروقة من حد معدي من طرقة ومستشفى من حد من مساجين قريب منها لاني طعم معزولة عن كل المسجونات اللي موجودين فما بالك لو عندك المعلومات كلها كاملة احنا بدأنا ان احنا بقالنا فترة بنتواصل مع المنظمات الدولية بعتنا التقرير الطبي اللي وصلنا او مش هو طبعا بيش تقرير طبي اصلا هو الحالة الصحية اللي وصفها بعض الموررين بجنب قوضة عائشة الشاطر سواء في السجنة او في المستشفى اللي اتنقلت لها بنحاول نبعد ده لمنظمات الخارجية بره بنحاول نكلم الناس كلها يا جماعة دي بني قدمة معرضة للموت انا عندي مشكلة فشل نخاع يعني زي انا عندي تطور الحالة صعب وتطور سريع ده مش حاجة مثلا على المدى البعيد ده احنا بنتكلم فترة بسيطة والوضع سيء جدا احنا بيصعب علينا نقول دوى للأسف في الملأ لان ده طبعا بيأثر على نفسية اولادها اللي مش عاكمة لها واهلها ولكن لازم نقول ده ولازم نعلي صوتنا كلنا سواء احكوا حقوقيين او سياسيين او الناس حتى بشر العاديين لازم يتعمل لازم الضغط عائشة بتموت عائشة بتموت وزيها انا عايز اتكلم يعني انا لو هنجي نتكلم انا برضو دايما الواحد بيبقى زي محطوط ما بين زي ما بقولو كده شقا يراحة اه يا جماعة انا عايز اتكلم عن عائشة وعايز اتكلم عن اي علاء وعايز اتكلم عن اسر وعن مفتاح وعن مرور مصري عايز اتكلم على كل في رجال من الاسف النظام حطت في وضع يا هيبة انك شايف ان دي وضعها سيء ودي اسوأ ودي اسوأ انا مش عارفة لاحق على مين ولا مين ولا اقول ايه دي مشكلتنا الحقيقة ان انت بتقولي انا لاحق اتكلم عن مين ولا عن مين اضغط على ايه الوضع حقوقي المصري في فونتها السوق ويروح مندوب مصري في الامم المتحدة في الاستعراض الدوري يقولك احنا نتطور حال المرأة وابقى فيه تمكين للمرأة في مصر واصبح فيه عندنا بحسب الدستور المرأة من حقها تكون وتكون وكون احنا مش عايزة المرأة تكون وزيرة وقضية المرأة المصرية عايزة تعيش عايزة تاكل المرأة المصرية عايزة تتعامل كانسان كبني ادم المرأة المصرية مش عايزة تجبر انها تبقى مرأة معيلة المرأة المعيلة مجبرة انها تكون مرأة معيلة سيلي انتوا بتدرس توقفوه حالات القتل وحالات الضرب والوحيية واقع المرأة المصرية وميجي منذوب المصر في الأمم المتحدة يقولك لا احنا عندنا مصر حالها المرأة المصرية بتوما يتم تمكنها حقيقة انت بتكلم مين ولا بتكلم عن مين انه مرأة المصرية خلينا استكمل معاك ولكن معانا على التليفون استاذ واجدي العرب الفنان وعضو المجلس القوم للحقوق الانسان اهلا بحضرتك معينا اهلا بيكم بس الصوت وقي شوية معلش طيب نستأذنكم في الكنترول تعالوا الصوت شوية جماعة بنرحب بحضرتك معينا وعايزين حاجة تطلعنا على يعني اخر المستجداد احنا احنا كنا منتكلم مع الاستاذ هبة عن عائشة خيرة الشاطر عايزين في المقابل مثلا استاذ هودا عبد المنعم هي اصلا محامية وكيف تشتغل في الملف الحقوقي وفوق الستين سنة وإلى الآن لازالت تعنط شديد جدا معاها بناتها كل يوم والتاني يطلعوا يعني يستنجدوا بكل الناس ويتكلموا ووضعها وصل لحد فين يا أساس واجدي مستجداد ايه اللي حضرتك بتتكلمي عليها نحن في عصر وفي وقت وفي مكان تمتهك فيه الحريات بشكل مباح وبشكل عديد يعني نعدى بتتكلمي عن حضرتك عن بنتنا عائشة ماذا قدمت عائشة خيرة الشاطر عشان يقبض عليها وتعتقل وتبقى الوقت ده كل موجودة وتضرب عن الطعام ولا أحد يسأل عنها أين المنظمات الفقوقية في العالم كله أين المنظمات الفقوقية في العالم كله أين هي السيدة هودة عبدالله أنا شرفت بأنه كنت ملازماً لها وزميلاً لها في المجلس القومي الشرعي لحقوق الإنسان يعني ما قدم نهض بلده ونهضم كثيراً طيب أستاذ وجدي نستأذن حضرتك أستاذ وجدي نستأذن حضرتك الصوت يكون واضح شوية والبعد قليلاً عن مكان الدوضاء أو العصفور الحلو اللي بيصوصوا معنا فحيك ممكن تكون متواجد في مكان الصوت يكون أوضح شوية فيه حاول تكون موجود في مكان ما فيهوش صوت عالي لأن صوت حضرتك مش واضح لينا وللمشاهدين خطأ للتصال نحاول نتصل به مرة تانية علشان نسمع صوته كويس لأن فعلاً المعلومات مهمة جداً بيقولها أستاذ وجدي العربي سواء كان على عائشة أو عن الأستاذة هدى عبد المنعم أستاذة هدى عبد المنعم حقوقية زي ما ذكرنا وزوج عائشة خيرة الشطر محامي وغيرهم من المحامين والحقوقيين محبوسين ولما تيجي تشوفي بقى في القانون أن دول أصلاً ليهم حصانة لا بيتفتشوا ولا بيدخل المفروض ولا بيدخل بيوتهم وليهم وضع في القانون مختلف تماماً تماماً فأنا دلوقتي لما أجي أبص على مثلاً زميل اللي هي في الكلية كان استمر في المهنة وبيشتغل وبيروح وبيجي ومعا حصانة زميلنا المحامي معتقل طب لما المحامين والحقوقيين بيعتقلوا مين هيدفع عنهم يا هيبة ومين هيخرج دول من المعتقل أي حقوق المحامي الآن في مصر من أكبر المهازل المحامي يعتقل من داخل النيابة وهو يدافع عن المعتقلين أو يدافع عن متهم هو موكله عليه كالسة بتحصل في مصر آخر حالة كانت مهينور المصري اعتقلت من أمن باب النيابة وهي خارجة من باب النيابة وهي بتدافع عن المعتقلين الناس اللي اعتقلت في سبتمبر 2019 احنا عندنا مهازلة في مصر عندنا مهازلة عشياء بقول إحنا نرى أو نقرأ المشهد إن فعلياً بقى في زيادة في التنكيل في كل من يدافع عن حقوق الآخرين في كل من ده سواء حقوقيين سواء محامين الآن المحامي كل محامي هو خارج الصبح لما احنا بنتواصل مع المحامين يقول لي أنا خارج الصبح ربنا أستر أنا النهاردة أروح يعني هو رايح يشتغل شغله اللي هو الطبيعي في أي دولة في العالم أنا محامي بروح دافع عن المظلومين أين كان شكل هؤلاء المظلومين أين كانت انتماءاتهم أين كان جرائمهم أنا داخل أنا محامي دي شغلانتي هو داخل النيابة مش عارف هيخرج ولا لأ المحامي بيبقى على مداخل النبياء بيتمنع منهم الموبايلات بيتمع عامل كذا وكذا وكذا وبيلتزنوا بالتعليمات وممكن يدخلوا ما يخرجش ممكن يعتقل من أهم هو قاعد قدام كل النيابة وكل النيابة قاعد ما بتحركش أو القاضي فللأسف إحنا عندنا في مصر وضع مزري في التعامل مع الحقوقيين والمحامين المحامين الآن لو أنت لو بتتبعي صفحاتهم حتى على الفيسبوك عندهم حالة من الظعر أنت في مرحلة في سبتمبر بس في الفترة اللي فاتت دي كان سمتمبر وإكتوبر وحالة الهجمة الشارسة اللي وصلت لأربع تلاف معتقل خلال الاسبوعين إحنا وصل مصر أربع تلاف معتقل خلال الاسبوعين كان أستخدم الشارع كان منهم محامين عدد كبير جدا من المحامين أعطقوا في هذه الفترة أحتقوا لأما من النيابات أو من أمام النيابات أو أعتقوا للمجأ من بيوتهم لأنهم كانوا قبلها بيوم بيدفقوا في النيابات عن الناس اللي اتخذت من الشوارع ده وضع المحامين فهتبصت لأن المحامين في كلهم عمان بالكالوية يا جماعة إحنا في حالة من الذعر إحنا مش عارفين من فينا اللاهبات في بيته ومن الصبح يصحى الصبح إلى نفس المحامين ولما إحنا كلنا نتلم في المعتقلات كلنا ونتحبس هتجيب من هنا المحامي بقى عشان يطلعني هتجيب من هنا أصلا حد هيدفع عني لا هو الآن عايزة أسأل النظام أنت عايزة تحكم من أنت لما أنت الشعب هيعتقل والمحامين هيعتقلوا والحقوقين هيعتقلوا والسياسيين بيعتقلوا هما هيحكم هيا تبقى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبينا رشاد والعالم لازم يشعر بيها لازم سطنا يوصل إلى العالم كله فيه كرسة إنسانية بتحصل في مصر حالات الاعتقالات الآن لم تعد محدودة بفصيل ولا بجهة ولا باختلاق سياسي فقط أصبح الآن كل من يعيش في مصر تحت خط احتمالية أنه يكون معتقل النهاردة أو مأقول المشكلة هيبة أنه حتى الوضع الاقتصادي في مصر مزري جدا والوضع السياسي زي ما إحنا شايفين والوضع الأخلاقي بيصل لكده الشعب المصري يعني خلاص زهق وحتى الناس تقولك أنا بطلت أتابع سياسة من كتر الزهق والملل والقرف اللي ممكن تكون مصر وصلت له على جميع الأصعدة على جميع حتى المستوى الصحي وبالتالي في حالة من حالات الركود وحالة من حالات فقدان الأمل في مصر طيب أنا بسمع كده كل المو التاني شايفكم عمالين تكتبوا على الصفحات وتطلعوا على التلفزيون وتتكلموا عن عائشة وخيرة الشاطر وتتكلموا عن هدع عبد المنم وتتكلموا عن أي علاقة وتتكلموا عن مهينور وغير 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 والأسماء اللي اتفتحت ما بتنتهيش أعمل ليه أعمل ليه لأن أنا بحس أن أنا مكبلة الأيدي أعمل ليه لأن أنا كمواطنة حس أن أنا مليش حق أن أنا حتى أتكلم عشان لو كلمت هيخدوني وهابقى معاهم يتصرفوا إزاي الناس بعد كل للأسف خلينا أقول إن إحنا فعلا في وضع سيء وخلينا أقول إن الناس فعلا في مصر الواحد بيعذرها لما للأسف كل واحد أصبح يعني اللي حصل في سبتمبر والأربع تراف معتقل دولات إحنا لو جينا هندور فيهم مين أصلا كان حتى أنا مش عايزة أقولك معارض لا أمين فيهم فكر إنه هو محبط فخارجي يعلن عن هذا الإحباطه في الشوارع هتلاقي العدد محدود والبقية فهو كان فيه تعمد من نظام يخوفي الناس زي ما أنت بتقولي إذا ما لقد أتكلمتها عتقل أو أنا لو قلتها فيه ناس عتقلت ولادها وبنتها في سبتمبر حتى فكرة إنهما يقولوا إن ولادنا عتقل ومش عايزين خايفين يقولوا إن ولادهم عتقل فإحنا كحقوقيين حصر الأعداد يعني أنا عندي عدد النساء المعتقلات الآن في مصر أنا مش قادرة أحصر العدد النهائي هو تخطى المية بأرقام ولكن كام أنا مش عادرة ليه لأن الأسر نفسها مش عايزة تقول إن بنتها كانت معتقل أو خرجت أو بنتها ما زالت معتقل خايفة تقول إنه لأ ده أنا هسكت بس هو ما يخرجوها لي فأنا عندي مشكلة كبيرة جدا في مصر الحل فيها الحل إنه إحنا بشكل أساسي بقول الناس اللي خارج مصر الناس اللي تستطيع إنها يكون صوتها عالي اللي تقدر توصل لأي جهة من الجهات سواء سياسية أو حقوقية أو قانونية اللي تقدر توصل لأي صوت إنه إحنا يا جماعة عايزين نعلي صوتنا عشان ننقذ الوضع الإنساني المتردي في مصر سواء للنساء سواء للمعتقلين سواء للمرضى سواء الناس اللي بتصفى عشوائيا في الشارع يعني أنا النهاردة لسه الصبح يا جماعة في شاب كان معتقل في أمن الدولة وهو معه تلاتة تانيين خرجوهم من مفروض إنه هم خدوا إخلى وخرجين من مفروض مش عارفة من كم يوم خرجين من أمن الدولة المفروض رايحين هياخد إخلى سبيل واختفى من يومهم لا رجع أمن الدولة ولا هو موجود في الاسم وكذا وفجأة وفجأة في عندنا خبر بيقول إنه في مجموعة من التصفيات حصلت في 6 أكتوب الآن النظام بيصفي ما بيقولش مين تصفى الأهالي مرعبين هل هم أولادنا في اللي تصفى دولات ولا ما تصفوش طب هو اللي اختفى من أمن الدولة هو إحنا في مصر إحنا في دولة مؤسسات ولا في إحنا فين واحد يخرج من جهة رسمية ويروح المفروض إنه رايح جهة رسمية ومعه ورق بيقوله إنه عند إخلاق سبيل أين اختفى؟ وهل المتصفى ولا مش شفوش؟ وبعد أنت تلعرويات الداخلية أصل فرق نكمل مع حضرتك الحديث لكن رجع لنا تاني على التليفون أستاذ وجدي العربي الفنان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا بحضرتك معنا مرة تاني أهلا بك يا بنات يا مرحبا أهلا وسهلا خلينا نستكمل الحديث مع حضرتك اللي بدأناه أبرز الأحداث اللي حصلت دلوقتي تطورات للأسف من سيء لأسوأ وسريعة بالنسبة لبناتنا اللي موجودين في المعتقلات وستاتنا عائشة خيرة الشاطر دكتورة أستاذة هدى عبد المنعم آية علاء مهينور رضوة كل دول أستاذ وجدي العربي بما إن حضرتك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا أبرز الخطوات اللي خدتوها علشان نقدر صوتنا يوصل دوليا علشان البنات والستات دولنا حاول نطلعهم أو على الأقل يغضوا حقهم البسيط الآدمي داخل المعتقلات والله يعني إذا سمحتولي أنا كنت مستمتع جدا بالسماع لبنتنا اللي بتتكلم عن مش بس المعتقلات عن المعتقلين أو اللي بيختفوا قصرا قصريا أو اللي بيطلعوا أي مؤسسة اللي بتتكلمي عليه أو أي دولة مؤسسات أنت في دولة خرابة أنت في دولة مخروبة دولة منهوبة دولة مسلوبة دولة مسروقة اللي بيقدر يعمل أي حاجة فيها بيعمل النهاردة بيطلع الواحد من دول يتمسك في كمين وولينا تليفونك في عالي إيه تتفضل معنا ويختفي وزي ما قلت بنتنا وتفضلت بعد كده يطلع إيه إنه إتقاتل أو مات أو كان في خلية إرهبية أو هاجمنا البيت ويحط الأسلحة جمه وكلامنا أين المجتمع الدولي المجتمع الدولي صامت لأنه على يقين أن هذا المجرم الخائن كذبات وخائن وقاتل وحارق للناس لكنه تحت بطاناتهم وتحت ما يعتبر به منهم بنتنا عاشت الشاطر وليست عاشت حالك كذلك مينور وردوة وقاية وقاية يعني عايز أقول كتير وحرائر المنصورة اللي سوجنوا بناتنا أين الناس اللي هو قائمة كبيرة جدا يا أستاذ الشاطر اللي عملت كل المشاريع الخيرية في مدينة ناصر وأنا كنت على مقربة منهم وكنت معاهم وكنت بأشوف اللي عملت إيه هي عملت إيه الأستاذة هودة منها المدافع عن حقوق أي إنسانة وأي إنسان إنسانة تعملتها في المجلس القوم لحقوق الإنسان لم أرى فيها منها إلا كل خير إنسانة مدافعة لحق قولة حق ماذا فعلت طب أستاذ واجدي الناس لما بتسمع الكلام ده بتقول إحنا عارفين إنه هم يعني ناس محترمة جدا وناس بتدفع عن حقنا قبل ما تكون بتدفع عن حقهم في الحياة الكريمة وفي العيشة الكريمة بس الحد إمتى مصر هتفضل كده أنا أقدر أعمل إيه أنا كده حاسس إن أنا مكبل للأيدي وما فيش في إيدي حاجة أعملها وأنا شايف ستات مصر وشريفات مصر في السجون إنه ستعمل إيه هؤلاء الحرائر وهذه السيدة على رسوم السيدة قد عبد المنع التي تدفع عن حق لا يهمها على إطلاق إنها تدفع عن نفسها ظلت طوال عمرها تدفع عن المظلومين والمقمورين أنا الأواني الآن أن نلتفى جميعا أن نخاطب المجتمع الدولي ليه كسل أنا أنا ناتي ليس لي حيلة أنا كنت في المجلس القوم الحق للإنسان ومزاملا بالطور قسامة رشدي وصفوة حجاجي ومحمود غزلان يعني كتير كتير يعني يعني شعراً هما الأسماء كتير جداً حيث وتقدرش نكملها في مكالمة واحدة ولكن نختم مع حضرتك بكلمة مهمة قلتها إن إحنا لازم نلتف مع بعض ولازم نكون لحمة واحدة ولازم نكون إيد واحدة علشان حق أي مظلوم ييجي في البلد وعشان أي ظالم لما يشوف الناس بقوا إيد واحدة يقدر فعلاً يرتدع بإذن الله تعالى أستاذ وجدي العربي وعضو المجلس القامل لحقوق الإنسان بنشكر حضرتك جزيلاً شكراً على مدخلتك معنا وبنشكرك هيبة نظراً لدي الوقت بنعتذر لك أستاذة هيبة حسن المدير التنفيذي للتنصيقية المصرية للحقوق والحريات شكراً جزيلاً لك ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللقاء الآخر لتكون موجودة معنا فيه لما نيجي نسألك عن أبرز الأحداث والتطورات تقولي لأ فيه جديد للأحسن وفيه جديد للأفضل لبناتنا بإذن الله تعالى شكراً لك وشكراً لكل مشاهدينا ومتابعينا شكراً لك يا تسني شكراً لك يا ندا وشكراً لكل متابعينا ما تنصومش في دعائكم يعني أقل القليل وأضعف الإيمان أننا ندعي لهم ولما تشوفوا بوست بيتكلم عنهم ما تستغسرش الشير وتقول وانا مالي لأن كل الحاجات دي بتعمل أكيد ضغطه على الأقل إحنا بنقدم اللي علينا شكراً لسوز وجدي قال هم قدموا هم دفعوا عن الناس وجي الوقت إننا إحنا اللي ندفع عنهم ولو بأقل القليل وصلنا لنهاية حلقتنا نتمنى يا رب بلادنا وأوطننا ومصرنا تبقى أفضل خلال الأيام القادمة ودنتم في مصر الخير يا رب وتبقى أفضل بولدها وأحبابها نشوفكم بكرة بسم الله الرحمن الرحيم وصباحاً بضع قيد إبقى